السؤال الآن، كيف يمكن لمعلم اللغة العربية أن يقوم بتدريس البلاغة للطلاب؟ بمعنى آخر، ما كيفية تدريس البلاغة للمتعلمين في المرحلة الثانوية؟ هناك مجموعة من الحقائق التي يجب أن يراعيها معلم اللغة العربية في درس البلاغة. أول هذه الحقائق أن البلاغة ترتبط بالأدب، ولذلك فالتدريس الحقيقي للبلاغة يجب أن ينطلق من خلال النصوص الأدبية حتى يتبين للطلاب المنزل الرفيع للبلاغة في الدراسة الأدبية. أيضا، فالبلاغة فن يتصل بالأدب اتصالا وثيقا، فنحن نعتبر البلاغة الأداة التي تكشف لنا نواحي الجمال والتميز الفني في الأدب. ونعتبر الأدب الأرضية التي تنمو وتثمر فيها مهارات الأديب البلاغية والتخيلية. كذلك، فإن البلاغة كعلم وكفن وكمادة للدراسة تقوم على أساس التذوق الأدبي، وهي بذلك تعد وسيلة لتكوين الذوق الأدبي الفني وتنميته وسقله وتهذيبه. الحقيقة الرابعة، أن معلم اللغة العربية الذي يتصدى لدرس البلاغة عليه أن يعلمها لا على أنها جزء منفصل في اللغة، ولا على أنها علم قائم بذاته، وإنما يجب عليه أن يعلمها باعتبارها جزءا متصلا لا ينفصل عن الدراسة الأدبية. ولا بد أن نشير هنا إلى أن دروس البلاغة عندما كانت تدرس على أنها جزء منفصل من اللغة، أو على أنها علم قائم بذاته، أخفقت إخفاقا شديدا في تحقيق الهدف منها، فلم تنجح في تكوين الذوق الأدبي لدى المتعلمين. معنى ذلك أن درس البلاغة إذا انفصل عن الأدب، وإذا درس بمعزل عن الأدب، فإنه لن يحقق الهدف منه، وإنما لا بد كما أسلفنا أن تأتي البلاغة متكاملة مع درس الأدب. الآن ما تعريف البلاغة؟ يمكن أن نعرف البلاغة بأنها إصابة المعنى المراد، وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة سليمة من التكلف، هذا التعريف يظهر لنا أن البلاغة تركز على الوصول إلى المعنى، كما أنها تهتم في الوقت ذاته بالقدرة على إدراك الغرض من عملية الاتصال، ولكن لا بد لكي تتحقق البلاغة كصفة في الكلام أن تأتي ألفاظ اللغة سهلة عذبة سليمة من التكلف، أيضا يعرف البعض البلاغة بأنها كل ما تبلغ به المعنى في قلب السامع، معنى ذلك أن البلاغة تشير إلى القدرة على التأثير في المستمعين أو القارئين، إنها القدرة التي تفتح لك أبواب العقول والقلوب، وتجعل لكلامك أثر السحر على عقل المستمع أو القارئ وقلبه، البلاغة إذن هي القدرة التي تصيب في اللغة قلوب الناس، هي مقدرة الأديب أو الشاعر أو المتكلم على أن يستخدم أجمل ما في اللغة من كلمات ليحقق أجمل ما في اللغة من معانن،